اشتركوا في القناة في بعض الصفحات على مواقع التواصل فيسبوك اليوتيوب الى غري ذلك وفيه بعض الاخوة سامحهم الله يقومون بالتهكم وبالاستهزاء وبالصخرية بهؤلاء الاخوة بحيث انه يروحوا لثمات والهم ويبدأوا يعني يقوموا بالتصوير تاحهم ويعني يلحقوا هذه الفيديوهات ببعض التعاليق انتها سخرية وانتها استهزاء وكأنه هذ الناس هذورهم عايشين في القرن الـ 21 بينما هذ الاخوة الافارقة عايشين في العصور البدائية بطبيعة الحال كجزائري ما نحبش الحقرة وحبيت على جلباش نوجه بعض الرسائل للاخوة حتى باش ما نجروش وراء تعليقات من هذا النوع بالاضافة انه نوجه رسائل للناس اللي راهم موجودين في السلطة سؤال اللي لازم يطرحه اي انسان هذا الاخوة الافارقة سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين هم اخوة في الانسانية يعني قبل كل شي وراءهم يعني ينتمون الى نفس القارة رانا من افريقيا وش الشي اللي جاب هذا الاخوة وجابهم للجزائر يعني ما هو الشي اللي جابهم مش دائما لما يتحدثوا المسؤولين ويخطبوا في الجماهير بمناسبة او بغير مناسبة يقولوا من انه الجزائر قبل انتع الثوار والجزائر قبل انتع الاحرار ودائما حتى في البيان والنوفمبر انه يتحدث على شمال افريقيا ودائما في الخطب وفي المواعظ دائما المسؤولين يتحدثوا من انه الجزائر ساهمت في تحرير بعض الشعوب ومنها بعض الشعوب الافريقية شيء جميل هو انه نسمع هذا الكلام لكن الان احنا نشوف خاوتنا يعني يتعذب في الجزائر العاصمة وفي اماكن واحد اخرى يعني وشو الشي اللي يجاب هذا الاخوة جابهم الفقر جابهم الظلم جابهم العوز جابهم الحر راه في اماكن ربما راه تفوق درجة الحرارة خمسين وبعض الناس راهما عايشين بالكليماتيزور وعايشين على فرنساز والانجليز في العاصمة وفي اماكن واحد اخرى ومن بعد يخرجوا يضحكوا على خاوتهم اللي هما يعني مساكن محتاجين على واحد بش يرأف عليهم ولا بش يعطي فعلهم يعني مثل هذاك الانسان اللي يعتقد ولا يعتبر نفسه من انه راه طبيب ويرح يضحك عليه واحد مريض اراه مقطوع رجله ولا مقطوع يده ولا راه الدم وينزف وهو يضحك عليه علاش هذا الضحك هذا علاش هذا السخرية وفي المقابل جزائريين يحرقوا يرحوا لأوروبا الموقف انت هذا الناس اللي يتهكموا ويسخروا من خاوتهم الافارقة هو نفس الموقف انتاع مارين لوبان والاجماع انتاع ها اللي راه يسخروا من الجزائريين اللي راه مساكن في بارباس وفي اماكن واحد اخرى يضحك عليهم يعني فرنسا اللي استعمرت الجزائر وفقرت الشعب الجزائري وسرقت الخيرات انتاعه والثروات انتاعه ويجيه ناس وكأن همرهم يتصدق للجزائريين وإلى غير ذلك هذا هو الموقف انتاع الجزائريين ما اعتقد انه انسان مسلم صحيح العقيدة يقوم بمثل هذه الافعال لا اعتقد ذلك ونطرح بعض الاسئلة السلطات اللي راه بطبيعة الحال اللي راه عندها علاقة مباشرة بالامم المتحدة ولا شك هو انه راه كين هذا الملف انتاع اللاجئين واللي راه معترف به دوليا الاتفاق انتاع اللاجئين وانتاع حقوق الانسان الناس اللي يحب يطالع يبحث فقط يكتب في الجوجل يقدر هما يبحث في هذا الامر لا شك هو انه الجزائر راه صدق على الاتفاق سواء الاتفاق تاع جناف ولا غير هم الاتفاقي ولا شك هو انه كين فيها راصيد لا شك هو انه فيه اموال راه تضخ في هذا المجال بالتالي ذرك هذا الاخوة اللي راه موجودين عوض هو انه يلقو لهم مخرج عوض هو انه يضعوا لهم يعني خيم في اماكن سواء خارج العاصمة او في اماكن واحد اخرى ويحاول هو انه يقدموا لهم مساعدات يعني انتع الغذاء انتع الالبسة انتع اكذا اذا كان هذا الاخوة هذو راه ملاجئين يعطى لهم حق اللجوء مثل ما راه جري المفعول به في كثير من الدول اللي هي راه مصادقة على هذه الاتفاقية واما هذا الناس راه مهاجرين بطريقة غير شرعية يتعاملوا معهم مشق القوانين اللي راه موجودة في كل الدول مهاجرين هو ان يتركوا في مساحات حتى انه شفت انه بعض الصور وانه في خطر على الحياة انتاعهم يعني شفت بعض الوسمو جايين تحت الجسور وانه القطار فيت قادر يكون طفول ثم صغير مسكين ما يعرفش والله يفوت عليها القطار وقاعدين في واحد الوضع والله العظيم يعني وضع بائس يعني حتى باش ما يقولش الواحد كلام طايح اما اما ان يتركوا في بعض الساحات عمدا حتى انه يصيروا في ربما مشاكل مع مواطنين اللي رهم يسكنوا في المنطقة لأنه ركم تعرفوا السارقة الاعتداءات المختلفة الاغتصاب تفش انتاع الأمراض عدم النظافة إلى غير ذلك هذا راه خطر على الناس هذو اللي رهم ثم يعني اللي رهم سكنين في المنطقة وين رهم هذو الإخوة الأفارقة وخطر عليهم هما في حذ ذاتهم وخطر على المجتمع لأنه لما تحل الشي يعني كين مشكل وانت متاع الجوش أو ربما تقول انت خلي ما زال وقت خلي نقعد شوية مشكل هذك راه يتطور وراه يتفاقم وكل ما حل مشكل راه راه يزيد يخلق لك مشاكل واحد أخرى مثل ما هذك الإنسان اللي راه ودور مثلا في سيارة راه قال ما صار له مشكل في المطور هو راه ميري قني شو راه يمشي راه هذك المشكل اللي راه موجود راه قادر فيما بعد راه رايح يزيد لك يدير لك مشاكل واحد أخرى نفس الشي بالنسبة للمشاكل يعني انت لما تحل مشكل مو ما معنى انت بللي خلاص راه بالعكس رايح تزيد تخلق مشاكل واحد أخرى يعني كل ما تأجل هذه المشاكل كل ما راه تزيد تتفاقم و راه رايح تزيد تجيب مشاكل معها واحد أخرى يعني مثلا نعطيكم كمثال قال عندك عائلة انت مسكنت هاش عندك ربعة من الناس مثلا في مدة معينة ما يبقوش في ربعة يوليو في 12 وبعد مدة يوليو في 50 وبعد مدة يوليو في 200 وبعد مدة يوليو في 2000 و راه رايح نفس الشيء بالنسبة للأمراض إذا كان مشكل مثلا مع الاشتوش نفس الشيء راه رايح يجيب أمراض واحد أخرى هذه المسائل ما أعتقد هو أنه إنسان عقل ما يعرف هاش أي إنسان راه يفكر وعنده عقل راه على بلو بها في هذه القضية ربما فيه بعض الإخوة يقول لك كين مشاكل و نحن لا نحب المشاكل و نحن نشوف مشاكل منحقهم بطبيعة الحال ولكن لازم تعرفوا من أن هذه الإخوة مضطرين لم يكن واحد راه و قال راه في النعيم و يهرب و يروح لبلاد واحد أخرى راكم تشوفوا يا صاحبي الجزائريين راكم تشوف هذا خاوتكم خاوتكم الجزائريين رامي حرقوا لو تحدث واحد من هذ الجزائريين تقول لك رامي حرقوا يقول لك أخو لا حب يخدموا الفنيانين و مع البالي شانا و لبس عليهم و الدولة عاطيت لهم و الدولة ديرت لهم و و حرقوا هذا انتم لما 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 لكم حرقوا و أين يتحوز انت على انسان اللي راه عايش في وضع غرب اللي على باله بها راكم تشوف فيها ممساكن كيف شرهم يأكلوا كيف شرهم يشربوا كيف شرهم كذا عوض هو أنه قال مثلا هذا الجمعيات قال مثلا تفتح مدارس علمهم كيف فرنسا يديروا فيما دارس ويعلموا فيهم يعطوا لهم مثلا منحة صغيرة ولو أن المنحة قال ما لابليش انا خمسمائة الف ولا مانيش عارف انا ورام يقريوهم علموهم خرجوا مسادي من الجهل إلا كندركم تشوفوا في رواحكم أنتم علماء ومام ساكن رام عايشين في العصر الجاهل يعلموهم كيف تضحكوا عليهم صحيح هو أن كان فيه جزائريين اللي رام يعيشين أوضاع قاهرة صحيح هو أن فيه جزائريين اللي رام يعاني و سواء ما تعلق الأمر بالسكن والله بالعمل ولكن هذا رام خوتنا احنا أولا نرن مسلمين ورن في شهر رمضان شهر صيام في العشر الأواخر من رمضان يا سيدي على الأقل إذا ما قدرتش أنت تعاون هذا الإخوة والله على الأقل امسك لسنتك عليش تسخر منهم عليش تضحك منهم أنت تعوذ رأى خوتك الجزائريين رأى محرقة في اليونان رأى محرقة في الطليان رأى محرقة في تونس رأى محرقة في فرنسا رأى محرقة في الإسبان رأى محرقة في الألمان رأى محرقة في كل مكان ورأى كين منهم اللي يموت وحتى يعدوا يصيروا يلمولوا الناس على جل بش يرجعوا herbلا أنت تعاون تضحك على أخوتك يعني إذا كان راه وعطلك ربي المال وعطلك ربي من يشعر في أناك ذا على الأقل ما تفجرش على الأقل ما تخرش من رحمة ربي راه وقادر ربي بتليك بمرضة راه وقادر ربي بتليك بأي حاجة هذا الإخوة هذو اللي راه موجودين ذرك خاصة في الجزائر العاصمة يعني لماذا لا هو أنه السلطات راه مخليتهم هكذا حتى باش يعتبروا اللي راه معايشين في العاصمة قال هاهو هذي راه عينة أمامكم هكما تشوفوا فيهم هم يجوا يطلبوا هم السوريين هم الأفريق هم مكذاه هم مكذاه هم مكذاه هم مكذاه واش راه راح يصر لكم هذا هو الشي هذا هو الشي اللي راه محبين يوصلوه إذن الإخوة والأخوات ما لازمش هو أنه تنجروا وراء التعليقات وما لازمش هو أنه تنجروا وراء بعض التسجيلات هكذا للأصحاب انتاحا يعني سمحوني نقولها لكم ما عندهم حتى علاقة لا بالحضارة ولا بالمدنية والله الناس عايشين في العاصمة حاشا أهل العاصمة الناس عايشين في العاصمة حاشا نسأل العاصمة الناس عايشين في العاصمة وفرنسيين أكثر من الفرنسيين وأمريكان أكثر من الأمريكان والله العظيم كان الأمريكان والله ميخليهم هذو عايشين في هذا نحكيها للشعب ministers وليعش نحكيها للنظام والله ميخليهم عايشين في هذا الوضع هذا والله فرنسيين هنا يشوفو فيهم يعني عايشون في فرنسا وهنا يشوفو فيهم والله راه كين الكروروج ووا Str emphasize تأسجق الكاثوليك وروهم يعطيولهم في الماكلة ويعطيولهم في الألبسة ويعطيولهم قال هنا مع الأسف الشديد يوضع أنه وره المشكلة هو أنه تنوض الجمعيات اللي رأيها ثم في الجزائر العاصمة هذا الناس اللي رأي يسمي ورواحهم في المجتمع المدني يخرجوا غير وقت الانتخابات وين رأي المجتمع المدني هذا؟ علش ما يخرجوش ويديروا حملات تطوعية على جلبه ينظفوا هذه الأماكن ويأويوهم؟ علش ما يخرجوش ويروحوا للمركز التجارية ويلموا لهم المواد الغذائية ويوكلوهم ويشربوهم؟ وش هو المهم منتاعهم؟ قاعدين هو يتنقلوا في بعض الفيديوهات هكذا من أجل تخويف الشعب الجزائري فاقوا ما تقدروش تلعبوا على المورال الآن ربما في وقت سابقه كانت عندكم الوسائل تالا الإعلام صحافة والتلفزة وتحبوا أن توجهوا رأي العام حول الأشياء اللي مولفين بها؟ الآن نظرك جات هذه الوسائل تالا الإعلام هذه ما نخليهكمش إن شاء الله مدام الصوت متاعنا رأيه يمشي إذن الإخوة والأخوات باش ما نطولش عليكم ما حبيت ندير فقط تسجيل على السريع حول هذا الموضوع مثال الإخوة الأفارقة هذو رأى مخاوتنا بطبيعة الحال الإنسان اللي يحب يعاونهم يعاونهم والإنسان اللي ما يحبش يعاونهم هو حر ولكن على الأقل كف الشر انتاعك كف الشر انتاعك كف الليسان انتاعك وبركة ما تسخر لأنوره وقادر ربي يبتليك بمرض قادر ربي يبتليك بالفقر قادر ربي يبتليك بأي حاجة وتصير عبرة لمن يعتبر تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم